مجلس الأمن القومي التركي يجتمع الخميس برئاسة أردغان ينعقد غدا الخميس الاجتماع الثالث لمجلس الأمن القومي التركي برئاسة الرئيس رجب طيب أردغان وذلك بالمجمع الرئاسي في العاصمة أنقرة ومن المقرر أن يناقش الاجتماع ملف انضمام السويد وفنلندا إلى حلف شمال الأطلسية الناتو إلى جانب عملية المخلب القفل الجارية الشمالية العراق ومن المتوقع أن يتم خلال الاجتماع مناقشة العمليات العسكرية الجديدة خارج حدود تركيا والتباحث حول الأعمال التي يتم تنفيذها لإنشاء منطقة آمنة على الحدود الجنوبية كما سيبحث الاجتماع فعليات تسلح اليونان وآخر المسجدات في بحر إيجة وشرقي البحر المتوسط ومسائل إقليمية ودولية أخرى اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر